طبعاً تحياتي لبرنامج المجري وكابتن مصفى عبدو واحد من الناس المقربين جداً جداً إلى قلبي أنا أحب كابتن مصفى جداً جداً في مناسبة وجود واحد من أصدقاء الكبار أو يعتبر أخي معرفته من 25 سنة لا أريد أن أكبره في السن هو صديق عزيز واحد من أشرب بهم جداً عندما أصدقوا عن قرب بعيداً عن قرب القدم وبعيداً عن حياة العملية أنا أعتز بصدقته وأعتز أيضاً أنه واحد من الأصر عندنا من العيلة كابتن عدل عبد الرحمن أعرفه جداً على المستوى الشخصي أعرف عيلته بيته أسرته حياته الشخصية يمكن أن أربط كثير جداً لكابتن عدل في الفترات عندما كنا موجودين في السعودية وحتى عندما كنا موجودين في مصر كان يمكن أن أعرفه جداً من كابتن عدل شخصية محترمة جداً متزنة جداً في أمور كثيرة حياته الشخصية كتاب مفتوح إذا كان في بيته أو بالنسبة لأصدقاء دمه خفيف جداً دمه خفيف جداً صاحب إفهات أي شخص يقوم معه طبعاً لا أكثر دمه خفيف مثل كابتن مصافة أخف دمه في كرة مصرية لأن كابتن عدل الذي أعرفه جيداً يحبه يعشاؤه يتمني أن يقوم معه طول كل يوم لا يستطيع أن يستغنى عنه هناك أيام عندما يكون موجود في مصر يجب أن يومين قبله مرتين ثلاثة كابتن عدل حياته كلها مؤخراً أكثر من كراسة الأولادة حياته يشوفها في عبد الرحمن يشوفها في مريم بسم الله ربنا وفاء فيهم عبد الرحمن دلوقتي متخرج وحب يكبير جداً وربي بإذن الله يكون داعم لولده وقصرته وبيته لأنه فعلاً أبو تعب تعب على المستوى المهني تعب على المستوى العملي تعب أيضاً في حياته الشخصية لأنه يشوف عبد الرحمن ومريم عدل أنا أحبه جداً مع حفز الألقاب بعيداً على انتماءات إذا كان أهلاوي زمالكاوي أهلاوي ولكن يبقى عدل عبد الرحمن من الأشخاص المقاربين جداً جداً على قلبي صحيح أنه يمكن أن يكون في الفترة الأخيرة لا يوجد تليفونات بنا كثيراً لأنه أنا مشغول جداً وهو أيضاً الله ينفعونه في الحياة سأتكلم على المستوى المهني أنا تبعتك كابتان عبد الرحمن كويس تدريبياً واحد من الناس المظلومة في مصر مظلوم على المستوى المهني مظلومة لأنه في فترة من الفتلات درب بنا مصر تخيلوا عبد الرحمن درب الشباب واحد من الانداء الكبيرة درب الاتحاد واحد من الأكبر الانداء السعادية عمل معه نهاتية كبيرة جداً واحد تكسب بطولات كثيرة جداً على المستوى الأولمبي في السعودية عنده اسم كبير في الكرة السعودية وهنا في مصر ما فيش نادي واحد يمكن نادي اسموحه وكانت تجربة وجهة نظر يعني تجربة كانت بعيدة عن طموحات وطبيعة كابتان عادل عبد الرحمن كابتان عادل أنا وثق فيه سخة كبيرة جداً لأنه أعلم إمكانياته المهنية هم عنده بعض الأخطاء ودرسها كويس جداً في التجربة السموحة أعتقد أن كابتان عادل برحمن كمدرب على المستوى المهني من المدربين الممتازين عنده تكتك عالي عنده اسلوب مميز في عملية التدريب ولكن حتى الآن ودي غريبة بالنسبة لي أنه ما يخدشه فرصة في مصر ما عرفش ليه هل ولد مصر لا يستطيع العمل داخل مصر هل عشان نبرز وعشان نكون أقوياء نشتغل برا مصر هل عشان نشتغل في مصر لازل تكون علاقة كويسة جداً بالوكلاء اللي هم مستيطرين على تكون في مصر مع مجالس الإدراط هل عشان أكون مدر فني واخد فرصة اثنين وثلاثة واربعة أكون قريب لحد من مجالس الإدراط في يدي الجزئية أو الفكرة عدل عبد الرحمن مدرج رائع وقوي جداً على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني أتمنى من كل قلبي أن فكرة أعتقل الفرص لمدربين في مصر تتم تتم عن كفاءة ليس عن علاقات ولا مجاملات ولا صداقة شخصية لبعض الأشخاص وبالتالي لدينا رموز ونماذج كثيرة جداً النموذج الأهم هو كابتن عبد الرحمن لماذا؟ لأن نشتغل في السعودية أقوى دوري موجود في الوطن العربي ونجاح كبير جداً أتمنى لك التوفيق في حياتك الشخصية في بيتك في أسرتك مع ماريما عبد الرحمن أتمنى لك التوفيق في المرحلة الجاية في حياتك المهنية أتمنى أن الأندية تنظر إلى أولادها من المصريين عادل كفاءة كبيرة جداً جداً تحياتي لك وأستعملتها بالحلقة وتحياتي للكابتن وصفا وأعاوز إفه كده بينكم من الكابتن وصفا تحكيه لنا للجمهور لأننا عرف إنه ده ما خفيف بس ما علي الشهر كابتن وصفا ده ما أخف منك مليار مرة تحياتي بالتوفيق وصهرة سعيدة بإذن الله طبعاً بنشكر كابتن عادل بايومي خالد بايومي لأن كابتن خالد طبعاً شخصية عزيزة علي أنا كمان شخصياً وهو إنسان مهزب جداً وراجل بيمتعنا لما في التحليل بتاعه لأنه بيجي على الحاجات الفنية العالية جداً ومش أي حد بيفهمها فتحياتنا كابتن وإنت في أرض الإمارات العربية دلوقتي يا كابتن أنا عايز أقولك عاجل على كابتن خالد هو أخ جبيلية ده رقم واحد رقم اتنين يعني حبيبي حبيبي قوي بس أنا مش هتكلم كده عشان هو حبيبي كابتن خالد أفضل محلل في كرة القدم في الوطن العربي أنا معاك في دي باتفق معاك فيها والله واحد اتنين بقى المهم مخطط جيد جداً عنده أفكار كرة القدم المصرية عالية أوي عدت معاه واتكلمت معاك كتير ليه إحنا ما نستعانش في واحد زي ده عنده خبرات عنده فكر فكره عالي أوي هيعمل حاجات في الكرة المصرية اللي إنت بتحلم بيها واللي أنا بأحلم بيها ده ما عندنا زيد اللي بيدي له كرة هتشوف العجب أنا نفسي يكلمك أو يجي هو بس مقل في القدمات عشان لا 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 هنستضيفه معنا في حلقة هنا إن شاء الله لو جبت ويكلمك على الأفكار دي هيبهرك وهيبهر الكرة المصرية أفتكر إنه لازم بقى ليه دور كبير قوي في الكرة المصرية الأيام الجاية